السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهالفيديو راح نتكلم عن كيفية توصيل ميكسر صوت الانالوج اي ميكسر عادي الى اللابتوب او جهاز الكمبيوتر. طبعا هذا بيتمع على حسب مواصفات الميكسر وحسب مواصفات اللابتوب او الكمبيوتر. يعني بيعتمد حسب نوعية المخارج والمداخل بكل جهاز. فبعض الميكسرات اللي بتحوي على مخرج اليو اس بي متل ما شايفين هون اللي هو بالميكسر في عندي مخرج يو اس بي ديجيتال اوديو انترفيس. هذا ممكن باي كبل يو اس بي اللي هو متل ما شايفينه هون اللي هو متل كبل الموصول بين الطابعة واللابتوب. اه بيكون اه يو اس بي اي تو بي. اي بي. فمنطلع مباشرة من الميكسر. على اللابتوب. على اه برنامج للتشجيل الصوت. الطريقة الثانية انه هي منستعمل الار سي اي اي او الفونو كوننكتر. ومنستخدم بين طرف اللابتوب مدخل المايكروفون. فمنطلع من مخرج التسجيل. متل ما شايفين هون بميكسر الداينا كورت. مثل في عندي اه مميزة انه فيه مخارج اللي هي اه ملاحز انه في عندي الليفت والرايت. فممكن نوصل اه الجكين هدولي الار سي اي اي. والطرف الثاني منوصله على مدخل المايكروفون متل ما شايفين هون. طبعا بتطلب بعض الاعدادات. ولضبط مستوى الاشارة. اللي طالع واللي داخل على اللابتوب. اذا كان اللابتوب عندك ما فيه مدخل مايكروفون ممكن نستعمل هال الادابتر هذا اللي هو اكسترنا ستيريو اللي فيه مدخل مايكروفون مدخل او مخرج هيدفون على اليو اس بي. ومندخل المدخل المايكروفون اللي شفناه من الكابل على اللابتوب. الطريقة الثالثة اللي هي انه منستعمل اه جاكات الفون جاك. اه بدل ما نستعمل اللي هنه المخارج اللي هنه فونو التبع المخصصين في بعض الميكسرات مثل الميكسر المسمى كان فيه ميكسر مهاما فيه مخرج. اللي هو الفونو تبع الريكوردينج. فبستعمل المخارج الرئيسية اللي هي متل ما شايفينا هون. بتطلع منا ونفوت مباشرة على مدخل المايكروفون باللابتوب. او بمسلا بميكسر داينا كورد مثل ما شايفين هون. في عندي مخارج اضافية اللي هي موجودة. فبدخل بالكابلين اللي هون. بطلع منها بدخل على مدخل المايكروفون في اللابتوب. الطريقة الرابعة انه هي باخروج من مباشرة من مخارج الميكسر الاصلية اللي هي مخارج اللي اكس الار. وفي عندي كابل مثل هذا اللي هو اكس الار الى اه تلاتة ونصف ميلي متر اه اه بيطلع من ال اكس الار مخرج وبيفوت على مدخل المايكروفون بس طبعا اللي بلاحظ هون انه رح يكون عندي مخرج واحد فقط اللي هو هيطلع معي مونو. الطريقة الرابعة اللي هي مثل ما شايفين هون بطلع مثل ما شفنا من هون من احد المخارج اللي هني ليفت او الرايد. نستخدم ال اكس الار والطرف الثاني تبع الكابل يبفوته مباشرة على الميكروفون انبوت تبع اللابتوب اذا ما كان فيه هالمدخل بستعمل هالادابتر الاضافي. في الطريقة الخامسة كابل اخر اللي هو من اكس الار لاليو اس بي. يعني نجيب كابل بيكون طرفه مثل ما اخذناه من هون مخرج من الميكسر بدل ما فوت على مدخل المايكروفون بيكون هذا الكابل جاهز مباشرة اعداداته بيدخليها عن طريق اليو اس بي. وفوت على اعدادات برنامج الصوت ومنسجل عن طريقه. الطريقة الخامسة اللي هي بيستعمل احد قروط الصوت الخارجية مثل ما شايفين هون. فإذا كان استعملت هذا فبطلع من المخارج الميكسر الرئيسية. مخارج الميكسر الرئيسية. ومن هالكابلين بدخلهم على كرت الصوت الخارجي. ومن كرت الصوت بيطلع منه بيكون بجاي معه. اللي هو بيطلع كابل اليو اس بي وبدخل فيه على. اللابتوب عن طريق اليو اس بي. طبعا بيها الطريقة بيكمون عندي اي ميكسر مسلا فيه مداخل ستة سمعة عشرة او حسب عشرين كلياتهم بيطلع معي. من هال مخارج هاي. وبدخلوا على اللابتوب بس يتسجل منه. طبعا هال الانترفيس هذا الموجود دامي انه ممكن يكون فيه اتنين او اربع مداخل فقط او في منها فقط مدخل واحد. فاذا كان اه منستعملوا نحنا بس اه واسطة بين الميكسر وبين اللابتوب. مشان ندخل اه مداخل كتيرة على الكمبيوتر ما بنقدر نستفيد منه بعملية التسجيل على اللابتوب. بتمنى يكون هالفيديو اه مفيد لكم. لمزيد من المعلومات رجاء مراجعة موقع بيردان دوت كوم للهندسة الصوتية. كان معكم المهند السعيد سليمان.